الإجارات في السويد تسجل أعلى مستوى لها منذ ثلاثين عامل الأعلى منذ عقود ارتفاع غير مسبوق لأسعار التذاكر طيران والقطارات في السويد منافس أردوغان يحصد أصوات الأتراك المغتربين في السويد وزيرة التعليم تحدر قد نرى جيل من الألوميين في السويد هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال أهلا بكم في نشرة أخبار السويد من منصة أكثر حققت الإجارات في السويد زيادة قياسية بنسبة 4.2% هذا العام وهي أعلى زيادة في الإجارات خلال الثلاثين عامل الماضية هذا ما ذكرته جمعية المساجرين وأقال رئيس الجمعية كانت مفاوضات طويلة وصعبة جدا وأضاف أن الزيادات في الإجارات معقولة بالنسبة للأعداد الكبيرة من الأعضاء الذين يواجهون صدمة التضخم وأكد أن الزيادات في الإجارات لن تزيد عن 4.2% مضيفا أعتقد أننا قد أوفينا بمسؤولياتنا وقد بدأ أصحاب العقارات المفاوضات بطلب زيادات في الإجارات بنسبة 10% في خريف 2022 لتغطية جزء من زيادة الفائدة وتكليف الأخرى لأصحاب العقارات ومع ذلك يقول توماس إرنهانجن الاقتصادي الرئيسي في جمعية أصحاب العقارات أن النظام تحديد الإجارات في السويد يفضل المساجرين على حساب أصحاب العقارات أظهرت إحصائيات جديدة صادرة عن المكتب السويدي للإحصاءات أن أسعار التذاكر الجوية الدولية أصبحت أعلى بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهذا يمثل أعلى مستوى لأسعار التذاكر الجوية الدولية في شهر نيسان إبريل منذ بداية القياسات قبل 30 عاماً وفي حديثها حول ذلك قالت كارولين نياندر المحللة الإحصائية للأسعار في المكتب السويدي للإحصاءات قمنا بقياس التطور السعري المتوسط لتذاكر الجوية الدولية في مؤشر أسعار مسهلك منذ عام 1993 لم تكن أسعار التذاكر الجوية الدولية في نيسان إبريل عالية كما في هذا العام من قبل فقط خلال شهرين في السلسلة الزمنية كلها كانت الأسعار أعلى وهما يوليو 2018 ويوليو 2022 والأمر نفسه ينطبق على الرحلات بالقطار التي تم قياسها منذ عام 1980 وتأجير السيارات الذي تم قياسه منذ عام 2001 وكذلك رحلات القوارب التي تم رصدها منذ عام 1993 هذا وأكدت نياندر أن أسعار الرحلات الجوية الدولية ورحلات طيران المساجرة ورحلات القوارب فاقت نسبة التضخم الذي بلغ في نيسان إبريل من هذا العام 10.5% أعلنت هيئة الانتخابات التركية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم الثامن والعشرين من مايو أيار الجاري بين الرئيس التركي رجل طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمالك لجدار أوغلو بعدما حصل أردوغان على 49.51% من الأصوات فيما حصلك لجدار أوغلو على 44.88% لكن يبدو أن الموازين كانت ستمقلب تماما فيما لو سمح للناخبين الأتراك الذين يعيشون في السويد باتخاذ القرار فعندما تم فرز ما يزيد قليلا على 94% من الأصوات في السويد حصل أردوغان على 43.98% من الأصوات في حين حصلك لجدار أوغلو على 53.62% ويرى مدير معهد الدراسات التركية بجامعة سوكولم أن النجاح كمالك لجدار أوغلو في السويد يرجع جزئيا إلى حقيقة أن حزب اليسار الموالي للأكراد حثناخبية على تصويت صالح لجدار أوغلو في الانتخابات واعتبر أن هناك عدد لا بأس به من الأكراد الذين قاموا بالتصويت في السويد لذا فإن الجمع بينهم وبين الأتراك الذين يدعمون حزب الشعب الجمهوري يعطي لجدار الصدارة في عدد الأصوات من وجهة نظره أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد صرحت وزيرة تعليم السويدية لوتا إدهولم أن هناك أزمة قراءة في المدارس السويدية مشيرة إلى ضرورة أخذ المسألة هذه على محمل الجد واعتبرت الوزيرة هذا الأمر خطير للغاية وأنه بحال استمر الاتجاه على ما هو عليه الآن فإن هناك مخاطرة برؤية جيل من الأميين في السويد حسب تعبيرها وأتعتقد إدهولم أن هناك حاجة إلى رؤية استثمارات أكبر في الكتب المدرسية والمعلمين المتخصصين وتقديم الدعم للطلاب بالإضافة إلى تركيز بشكل أكبر على القراءة وخاصة في الصفوف الأولى التي تعتبر مهمة للغاية لتأسيس الطفل على القراءة والتعلم اشتركوا في القناة